أروح مع حضراتكم لخبر يعني أنا شايفه غاية الأهمية ممكن الناس تشوفه بأكتر من منظور لكن هو خبر مهم قوي 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 ومرتبط بالشخصية يعني الأطفال كلها في العالم كله بتروح لها وهي يعني مغمضة عنها الحقيقة ميكي موس احتفل بعامه التسعين ده كان فين بقى دم أهرامات الجيزة وده كان من خلال زيارة شخصيات ديزني لمصر في إطار عروض ديزني لايف وخلال احتفال العالم بعام ميكي موس التسعين تم بقى التقاط الصور اللي حضراتكم شايفينها دي لي وميني موس كمان قدام الأهرامات وحتضر أكتر من 25 شخصية من شخصيات ديزني خلال عرض فني وده ابتداء من يوم 26 سبتمبر الصور اللي حضراتكم شايفينها دي شافها ملايين أو ممكن نتكلم في أكتر من مليارات اللي بتتبع هذا الحدث فده يدعاية لنا بشكل غير عادي وإحنا من غير أي مجهود يعني فإن شاء الله ده ممكن يكون لي تأثير برضو على حركة السياحة والسيزون الجاي إن شاء الله يكون فيه كتافة في الحضور نتيجة تسويق صورة زي كده أو غيرها يعني من الصور اللي هي بتوري العالم عظمة الحضارة المصرية إلى ديما شكرا